اشتركوا في القناة هذه التظاهرات أعادت إلى الأسهان الكثير من الأسئلة التي لم تريد إجابة لها في التعديلات الدستورية والإصلاحات التي تقدم بها الملك محمد السادس والتي أتاحت وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة للحديث عن هذا الموضوع نستضيف اليوم في استوديوهات القارة في باريس السيد عمر المرابط عدو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ومنسق المغاربة في الخارج في اللجنة المركزية للحزب سيد عمر المرابط أهلا بك شكرا نبدأ سيد عمر المرابط بالتظاهرات التي شهدها المغرب هذا الأسبوع كيف تفسرون ذلك وحكومتكم لم تتولى السلطة إلا قبل أقل من شهر بسم الله الرحمن الرحيم أولا هناك نوعان من التظاهرات هناك التظاهر التي عرفها المغرب بمناسبة مرور سنة على حركة 20 فبراير وهي الحركة التي كانت وراء ما جرى في المغرب من تغييرات ومن إصلاحات دستورية وكانت هناك تظاهرات احتجاجية في بعض المدن أذكر منها تازة على سبيل المثال وهي تظاهرات كانت مطلبية ذات من إبثات مطلبية إما للسكن أو للعمل أو غير ذلك الواقع أننا يمكن أن نلاحظ أن هناك بعض الناس استعجلوا الأمر وظنوا أن مجرد وصول حكومة جديدة بالدستور الجديد إلى السلطة أو لأقول إلى الحكومة ظنوا أن ذلك قد يعجل بإيجاد حلول ولكنكم رفعتم سقف التوقعات في حملتكم الانتخابية بحديثكم عن الفساد عن العدالة الاجتماعية عن تطوير الاقتصاد عن فرص العمل نعم نعم وسنحاول تطبيق ما جاء في برنامج الانتخابي وعلم بأن هذا البرنامج الانتخابي الآن حول إلى برنامج حكومي مع الاتلاف الحاكم الذي فيه أربعة أحزاب والحكومة المغربية ستحاول بطبيعة الحال أن تطبيق ما جاء في البرنامج هو فعلا برنامج طموح وفعلا لمحاربة الفساد لمحاربة اقتصاد الريع لمحاربة التبدير لتنزيل الدستور لكي تكون هناك ديمقراطية حقيقية لكي نصل إلى ثقافة ديمقراطية أصيلة في المغرب ولكن هناك من يشكك في قدرة الحكومة على تنفيذ ذلك بل البعض يتحدث عن حكومة ظل في القصر تعوق عمل الحكومة الحالية أظن أن يجب أن لا نحكم مسبقا على هذه الحكومة وأن نقول هناك من سيريد إعاقة الوصول إلى ما تصب إليه الحكومة نحن كلنا أمل وأظن أن الحكومة ورئيس الحكومة السيد عبدالله بن كيران سيحاول تطبيق البرنامج الحكومي بتعاون بطبيعة الحال مع جلالة الملك الذي له سلطة والدستور الجديد يعني أعطى للملك وترك للملك صلاحيات عدة فسيكون هناك تعاون ورأى أظن أن الملك من صالحه أو إعاقة الإصلاحات في المغرب لأن الكل يريد أن يسير المغرب إلى أفق جديد يسمح بتعددية حقيقية بديمقراطية حقيقة لمحاربة الفساد لكي يكون هناك لاقتصاد قوي إلى غير ذلك البعض يعتقد أنكم قدمتم تنازلات كثيرة خصوصا في داخل التيار الإسلامي المغربي المتنوع هناك من يعتقد أنكم قدمتم الكثير من التنازلات في الحكومة تتقصد؟ في برنامجكم الحقيقي يعني كحزب إسلامي لا يعني نحن حزب دون مرجعية إسلامية أولا هناك ربما لا نقول أنه حزب دون مرجعية إسلامية يعني أننا نرجع إلى الإسلام لأخذ مبادئه العامة وأصوله العامة ومقاصده إلى غير ذلك ثم أن الحكومة المغربية هي حكومة اتلاف فلا بد هناك من توافق يعني الشعب المغربي أعطى حوالي 28% لحزب العدالة والتنمية ولم يعطيه الأغلبية المطلقة ولو أعطاه الأغلبية المطلقة لطبقنا برنامجنا انتخابي دون الحاجة وما الفرق بينكم بين التحالفات الحزبية السابقة إذن؟ ماذا ستقدمون جديدا للشعب المغربي؟ أولا الدستور القديم ما قبل يوليوز 2007 كان دستورا فيه الوزير الأول كان يعتبر كمنسق للحكومة وليس كرئيس للحكومة أولا هذا التغيير تغيير جدري فالآن لنا رئيس حكومة مسؤول عن برنامجه الحكومي وسيكون مسؤولا أمام البرلمان وأمام البرلمان فقط ولهذا الحكومة ستحاول إنزال مقتضاية الدستور وتطبيق مقتضايته ثم تطبيق البرنامج الحكومي خاصة في المجالات التي تفضلتم بذكرها مثل محاربة الفساد وقد بدأنا فيها دائرة ذلك أخذنا محاربة الفساد على سبيل المثال هذا كان شعار أساسي بالنسبة لكم في الحملة الانتخابية ما هي الإجراءات التي تنون اتخاذها في هذا الجانب مثلا؟ حتى الآن لم نسمع أي إعلان من الحكومة فيما يتعلق بهذا الجانب يكفي أن تقرأوا صحف المغربية لتعرفوا أن هناك بعض المسؤولين القدامى الذين الآن إما في السجن مثل مسؤول المطارات المغربية من قبل هناك ستكون محاكمة لمسؤول أحد الأبناء المغربية نظر الفساد الذي عرفه هذا البنك ولكن هذه قضايا سابقة ماذا ستفعلون لمحاربة الفساد؟ سأقول سنكتفي بتطبيق القانون ولو طبقنا القانون لنقص الفساد لأن ماذا كان يقاوم من قبل؟ كان أن المرأة كان يظن أنه في حماية وفي منع عن القانون فيفعل ما يريد كان كل المسؤولين يظنون أنهم محميون ولهذا فكانوا يتجرؤون ويقومون بمقام من فساد ومن سلب ومن نهب للأموال الشعب هذا نحن قلنا لهم هذا يكفي لن نقوم كما يقول كما نقوم بالفرنسية ولكن سنطبق القانون وعلى كل من نهب أو سرق فسيحاكم تبقى للقانون الجاري بالعمل ثم أن الحكومة قالت أنها ستطبق القانون وجلالة الملك بنفسه قال لوزير العدو الحريات أن كل شخص شخص يجب أن يتطبق على القانون ولن يكون في حماية هذه إشارة قوية هذه إشارة تجعل أن الذين يريدون النهب أو يريدون السرقة سيخافون وسيقفون بأنفسهم خوفا على أنفسهم من المتابعة هناك قضية أخرى تفرض نفسها في المغرب بصورة كبيرة هي قضية البطالة الشباب هناك أكثر من 22% من الخريجين لا يجدون فرص للعمل وهذه قضية ينتظركم فيها الجميع كيف تودون التعامل أو كيف ستعملون على معالجة هذه القضية أولا أقول بأن الحكومة الجديدة ليس لها عصا سحرية ولهذا كما قلت سابقا هناك من المعطلين من الساجل الأمر وظنوا أن وصول الحكومة سيكفي لتوظيفهم الحكومة المغربية كيفما كان لونها وكيفما كان شكلها لا تستطيع توظيف كل من يتخرج كل الخريجين فهذا أمر نفرغ منها لكن كيف يمكننا أن نصل إلى هذا باقتصاد قوي نحن قلنا أن النمو الاقتصادي في المغرب بمحاربة السيد الفساد يمكن أن يستفيد نقطتين إضافيتين وهذا ما سيتيح بإيجاد فرص للشول ثم هناك هؤلاء الخرجون ووجب على الحكومة أن تعينهم وهناك برامج ستقدم في هذا المجال لكي يقوموا ربما ليس فقط لكي يوظفوا في مناصب عمومية ولكن كي تتاح لهم الفرصة لكي يقوموا مبادرة شخصية وفتح شركات لغا ذلك هناك قضية أخرى مربطة بهذا السؤال هي قضية مجال الأعمال ورجال الأعمال هناك خوف الآن منذ أن وصلت هذه الحكومة خصوصا فيما يتعلق بقطاع السياحة هناك مخاوف من أن تتخذ الحكومة إجراءات أو قرارات تؤدي إلى وقف تدفق السياح إلى المغرب هذا تخوف أظن هو تخوف غير واقعي لأن الحكومة المغربية نحن بحاجة إلى السياح والكل يعرف أن الاقتصاد المغربي مبني على السياحة كما هو مبني على مغاربة الخارج وغير ذلك فنحن باب المغرب سيبقى مفتوحة للسياحة ربما هناك من يتكلم عن الخامر أو غير ذلك هناك حديث عن اعتقال أحد أصحاب الحانات في الأيام السابقة لا أظن هذا لأن القانون المغربي هو يعاقب من شرب الخمر وخرج إلى الشارع فهو يعاقب الخروج إلى الشارع في حالة سكر ولا يعاقب من ذهب إلى حانة معينة ونحن لسنا هنا لتطبيق أو لمتابعة أي شخص الذي يريد أن يشرب الخمر في عقر داره أو في الحانة أو في غيره فليفعل ولكن هناك قانون ثم أن هذا القانون لا ينطبق على السياح لأن السياح في الأصل أغلبيتهم غير مسلمين فلا يمكن لنا ولو من مرجعية إسلامية أن نقول لسائح أجنبي غير مسلم واجب عليك أن لا تحرمت عليك الخمر عندما تدخل المغرب لا هناك أيضا قضية المرأة وحقوقها رئيس الوزراء عبدالإله بن كيران التقى في الخامس عشر من هذا الشهر بمجموعة من المنظمات النسائية ونساء الأعمال والمقاولات وطمأنهم هذا يعني أن هناك مخاوف ما زالت في وسط هذا القطاع من تعدي على الحقوق والحريات التي حصلت عليها المرأة لا هو ربما لأن حكومة العدالة وتنمية نحن كنا في المعارضة سابقا ولأول مرة نصل إلى الحكم فربما الجميع يريد أن يأتي ليعرف من نحن وليس لأن هناك مخاوف فبعض الأحيان هناك زيارة تقوم كي يتعرفوا على حزب العدالة والتنمية كي يتعرفوا على برنامج ثم أن هناك صورة نمطية للإسلاميين بصفة عامة ونحن نريد أن نطمئنا الجميع ونقول أن هذه الصورة النمطية التي كان الغرب أو بعض المفكرين أو العلمانيين في الخارج يحاولون إعطائها لأننا نعرف أن الأنظمة العربية كانت تستعمل فزاعة الإسلاميين كي تحافظ على ديكتاتورياتها إلى ذلك فنحن نريد أن نطمئن ونقول أن حزب العدالة والتنمية وأن الحكومة المغربية أنه حزب ديمقراطي أصيل وأن المرأة لها مكانتها لسا فقط سنحافظ على مكانتها ولكن سنعطي للمرأة الحق لكي تصل إلى جميع المراكز التي تستحقها سؤال آخر يتعلق بالعلاقات الإقليمية في ظل وصول أحزاب قريبة منكم على الأقل فكريا إلى الحق مثلا في تونس الآن في الجزائر هناك انتخابات قادمة وهناك توقعات أيضا بفوز التيار الإسلامي هل لديكم منظور لكيفية إعادة إطلاق اتحاد المغرب العربي؟ لأننا لاحظنا أن المغرب ما زال متحفظا مقارنة بتونس أو بالجزائر التي تندفع الآن في هذه التجاهة لا أظن أن المغرب أن وزير الخارجية الدكتور سدي الأتماني ذهب وكان مبادرا فزارة الجزائر وزارة تونس وفعلا أن المغرب استضاف قمة وزراء الخارجية في رباط فالمغرب ليس متحفظ بل بالعكس أن المغرب هو متحمس جدا كي يعطي دفع جديد للاتحاد المغرب العربي أو الاتحاد المغاربي لأننا نظن أن بلدان المغرب العربي اقتصاديا وسياسيا يمكن أن تشكل قوة يمكن لها مثلا أن تحاول الغربة أو تحاول منظومة الأوروبية أو الأوروبيين في صف واحد كيف ترون قضية فتح الحدود مع الجزائر الكثيرون يعتقدون أن هذه القضية ستكون مفتاحية لعادة إطلاق الاتحاد المغرب العربي فعلا والمغرب طالب ولا زالوا طالبوا فتح الحدود وأظن أن الكرة في مرمى إخواني الجزائريين وأظن أن الإخوة في الجزائر سيقومون بواجبين في هذا التجاه لأن هناك حق الجوار وحق القرابة وحق حتى السياسة والاقتصاد قفل الحدود ليس في مصلحة المغرب ولا في مصلحة الجزائر ولا في الشعب المغربية فمثلا هل يؤقل أن يذهب الإنسان المغرب الذي يسكن في وجدة يوجب عليه أن يذهب إلى الدار البيضاء يذهب إلى وهران ثم بعد ذلك يأتي بينما الحدود مقفلة فهذا أمر غير معقول وأظن أن الحكومة الجزائرية تتفهم هذا أمر لكن هناك ربما هذا الأمر محتاج إلى بعض الوقت كي يحفظ الجميع ما أوجهه سيد عمر المرابط عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنوية ومنسق اللجنة المركزية للمغربة في الخارج شكرا جزيلا مشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حوار قادم شكرا